أهلا بكم وجمعة مباركة إذن نادي ران الفرنسي يرفض تصريح كويري للمنتخب الوطني الجزائري ينتظر أن يحدث التحاق الدولي الجزائري أمين كويري أزمة في فريق هيران الفرنسي بسبب مشاركته في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بكوتفوار التي تجرى ما بين ثلطة جون في 11 فبري 2024 وحسب مصادر إعلامية فرنسية فإن نادي ران متخوف من انضمام نجمه للمنتخب الوطني وقد يضغط عليه من أجل إقناعه بعدم المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية القادمة وقالت ذات المصادر أن النادي الفرنسي لا يريد خسارة مهاجمه الأول لفترة تزيد عن خمسة أسابيع مما قد ينعكس بشكل سلبي على نتائجه في فترة حاسمة من الموسم وكان الاتحاد الدولي لكورت القدم فيفا أكد هذا الأسبوع تغيير أمين كويري جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية مما سيسمح له بتقمس ألوان المنتخب الجزائري بداية من التربص القادم المقرر شهر سبتمبر القادم ثلاث جزائريين في التشكيل المثالية لأغلى اللاعبين الأفارقة في أوروبا نشر موقع ترانسفير ماركات الشهير تشكيل تضم أغلى اللاعبين الأفارقة النشط في الدوليات الأوروبية من حيث القيمة التسويقية وعرفت القائمة واجد ثلاث لعبين جزائريين إذ يتعلق الأمر بكل من سعيد بالرحمة لاعب وسط هام الإنجليزي إسماعيل بناصر متوسط ميدان أيسي ميلان الإيطالي وراين أيت نوري مدافع الفرهام طون الإنجليزي ثنائي جزائري يخطفان مع كوينس بارك رينجرز الإنجليزي الأضواء قدم الثنائي جزائري رايان قولي وزياد لركش مباراة جيدة رفقة نادي كوينس بارك رينجرز ضد نورويج سيتي لحساب الجولة الثانية من الدوري درجة الأولى الإنجليزية شمبيونشيب وشارك الظاهر العيصر زياد لركش أساسيا في حين دخل متوسط الميدان رايان قولي بديلا في الدقيقة الرابعة والستين من المباراة وانتهت المباراة بخسارة نادي كوينس بارك رينجرز ضد نورويج سيتي بنتيجة هدف لصفر إدارة كريستال بلاس تصدم تشلسي بشأن أوليس أعلن نادي كريستال بلاس الإنجليزي عن تجديد عقد مهاجمه الفرانكو الجزائري ميشيل أوليس وتوصل نادي كريستال بلاس إلى اتفاق رسمي مع نجمه ميشيل أوليس الذي مدد عقده مع الفريق إلى صيف 2027 وكان المهاجم الجزائري الأصل ميشيل أوليس يملك اتفاقا مع فريقه للانتقال إلى نادي تشلسي لكن الأمور تغيرت بشكل سريع ويتواجد اللاعب محل اهتمام العديد من الأنجية الأوروبية الكبيرة أبرزها تشلسي ومنشستر سيتي بعد المستويات الرائعة التي قدمها في الموسم الماضي مع فريقه كريستال بلاس أخيرا بن طالب يكمل إجراءات انتقاله إلى نادي ليل تقارير إعلامية الفرنسية أن اللاعب الدولي الجزائري نابيل بن طالب أكمل جميع الإجراءات اللازمة من أجل التوقيع مع نادي ليل الفرنسي وبحسب موقع لودومين للوا فإنه تبقى فقط الإعلان الرسمي عن صفقة بن طالب أيت نوري يحسن مستقبله مع والفرهمتون كشف التقارير الإعلامية عن مستجدات جديدة بخصوص مستقبل اللاعب الدولي الجزائري رايان أيت نوري مع فريقه والفرهمتون الإنجليزي وحسب ذات التقارير فإن مدافع الخضر رايان أيت نوري قرر رسميا البقاء مع ناديه والفرهمتون بعدما كان يريد الرحيل عن الفريق الإنجليزي وأكدت ذات التقارير أن اللاعب أيت نوري أراد المغادرة سابقا بسبب المدير الفني الإسباني لوب تيغي وبعد إقالته غير رأيه وقرر المواصلة مع الناجي الإنجليزي جديد بالذكر أن مدافع الخضر رايان أيت نوري يربطه عقد مع نادي والفرهمتون الإنجليزي يمتد إلى غاية عام 2026 رسميا محرز يفوز بأول جائزة له مع الأهل السعودي فاز اللعب الدولي الجزائر رياض محرز بجائزة رجل المباراة خلال لقاء فارقه الأهلي أمام ناجي الخليج في الجولة الثانية من دوري روشين السعودي وقاد رياض محرز فارقه الأهلي للفوز على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف بعدما سجل الهدف الثاني في المباراة بطريقة جميلة جدا جديد بذكر أن رياض محرز كان قد قدم تمرير حاسم خلال مباراة الأهلي في الجولة الأولى من دوري روشين السعودي أمام ناجي الحسم براهيمي مطلوب في بولونيا الإيطالي طلقت إدارة نادي نيس الفرنسي عرضا رسميا من نظيرتها في بولونيا الإيطالي من أجل التعاقد مع الدول الجزائري بلال براهيمي وفي خبر وصفه بالحصر أكد أمس الخميس موقع لديس بور الفرنسي بأن النادي الإيطالي مر إلى السرعة القصوى بخصوص اهتماماته بخدمات لعب الخضر وتقدم بعرض رسمي إلى نادي نيس كما أوضح ذات المصدر بأن قيمة العرض لم يتم الكشف عنها إلا أن إدارة نيس تطمح في الحصول على 7 ملايين يورو من صفقة بلال براهيمي المتواجد منذ فترة طويلة محل اهتمام نادي إشبيليا الإسباني بعد تعرض عائلته لحادث مرور لعب باشكتاش يتضامنون مع غزال تضامن لعب نادي باشكتاش بطريقتهم مع زميلهم الدول الجزائري راشد غزال إثر تعرض ابنه وأم زوجته لحادث مرور بفرنسا وعلى هامش مباراة أمس التي فاز بها باشكتاش بثنائية لهدف على الضيف نيفتش باكو الأذربيجاني ضمن إياب الدور التمهيدي الثالث من تصفية دور المؤتمر الأوروبي رفع الكاميروني أبو بكر في نيسات بعد تعديله النتيجة قميصا كتب عليه كلنا مع كراشيد قوة وشجاعة وكانت إدارة نادي باشكتاش قد أعلنت ليلة الأربعاء إلى الخميص عبر حسابها الرسمي على تويتر بأنها استقبلت بحزن كبير تعرض حماد لعب الخضر ونجله لحادث مرور بفرنسا كما أوضحت إدارة نادي التوركي بأن غزال التحق بفرنسا من أجل الوقوف على وضع نجله وحماده مشيرة أن حالتهما ليست خطيرة متمنيا في المقابل الشفاء لابن الدول الجزائري وأم زوجته كما وجهت تحية خاصة إلى جميع عائلة غزال الصحافة الإيطالية عوار فاز بثقة مورينيو وأنصار روما طلق الدول الجزائري حسام عوار إشاد واسعة في الوسط الإعلام الإيطالي منذ التحقه الصائفة الحالية بنادي روما في صفقة انتقال حر قادما من أوليمبيك ليون الفرنسي وكشف موقع كوريار جيالوروسو المهتم بنقل أخبار نادي العاصمة الإيطالية بأن لعب الخضر نال ثقة المدرب جوزي مورينيو وأنصار روما على حد سواء كما أوضح مصدر ذاته بأن مشاهدة عوار يلعب متعة حقيقية وأنه يملك علاقة وطيدة مع الكرة مبرزا بأن الدول الجزائري لعب موهوب وأظهر قدراته منذ قدومه إلى نادي روما الصائفة الحالية مهدي ليريس يقترب من التوقع في إنجلترا كشف التقارير الإعلامية أن اللعب دول جزائري مهدي ليريس قريب جدا من مغادرة نادي سامب دوريا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأكد الإعلام ماتيو موريتو أن مهدي ليريس يتجه لخوض تجربة في إنجلترا من بوابة نادي ستوك سيتي الناشط في دوري الدرجة الثانية ويتواجد مهدي ليريس محل اهتمام أندية كثيرة من داخل إيطاليا وخارجها وأبرزها أودينيز الإيطالي وألافياس الإسباني ويتجه الظاهر الأيمن للمنتخب الجزائري إلى مغادرة سامب دوريا بنسبة كبيرة خلال المريكاتو الحالي تولوز يرفض عرض بـ 17 مليون يورو مقابل التخلي عن شيبي رفضت إدارة نادي تولوز الفرنسي عرضا رسميا وصل إليها في حدود 17 مليون يورو مقابل التخلي عن لعبها الدولي الجزائري فرس شيبي وكشف موقع ليفيولي المهتم بأخبار نادي تولوز نقلا عن ليل طوماس صحف في شبكة سكاي سبور بأن نادي أن تراخت فرانكفورت لا يزال مهتما بالتعاقد مع شيبي كما أوضح المصدر ذاته نقلا عن مصادره الخاصة بأن الفريق الألماني تقدم بثلاث عروض للظفر بخدمات لعب الخضر أخرها بقيمة 17 مليون يورو إلا أن العروض الثلاثة قُبلت بالرفض من الرئيس داميان كومولي الموهبة الجزائرية كايل بوداش يواصل التألق مع نيس ويسجل الهاتريك تألق الموهبة الجزائرية صاحب السابع عشر عاما كايل بوداش مع نادي نيس دمنا دوري الرديف الفرنسي حيث سجل صاحب الأصول جزائرية بوداش ثلاث أهداف كاملة وساهم في فوز فريقه على نادي موناكو وكان بوداش قد تألق أيضا مع الفريق الأول لنيس خلال التحذيرات للموسم الجديد حيث تم استدعائه لمباراتي فيورنتينا الإيطالي وفياريا الإسباني بيولي يتخذ قرارا حاسما بشأن ياسين عدلي كشف التقارير إعلامية إيطالية عن مستجدات جديدة بخصوص مستقبل اللعب الفرنكو الجزائري ياسين عدلي مع فريقه أيسي ميلان وحسب موقع سامبر ميلان فإن المدير الفني الإيطالي ستيفان بيولي قرر بقاء اللعب ياسين عدلي مع نادي أيسي ميلان هذا الموسم وفي الأخير وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تنسوا دعمكم بالقناة جام وتعليق للفيديو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد كان هذا كل شيء نلتقي في الفيديوهات أخرى والسلام عليكم